اشتركوا في القناة انا قلت مع عشام حسني كان فيه ماشر للشباب بالأهل والزمالك وفي فقرة التحكية ما قلت النادي الأهل ان شاء الله هيعود وانتصر وانا كنت متفائل على يد وانت متفائل وانت وشك حلو كل سدي وشك حلو على نادي الأهل فمروك لنادي الأهل ومروك لجمهور الجهاز الفني والإداري وكل مجلس الإدارة كانت صعبة جدا جدا وهارد لك لنادي الرجاء نروح لما جاءتنا وده قصة كبيرة جدا لك لنادي الأيمن لونا النهارده هاعد أحكي معاه وحكي في الحالات كلها مش هروح ولكن بجيب الخلاصة كابتن أحيانا الحكم من كابتن أحمد أحيانا الحكم بيعمل حاجات كتير من الجمهور ما عرفهاش أول نادي الأهل النهارده تحمل كل الضغوط سواء قبل أو أثناء المباراة خاصة من حكم المباراة خاصة من الأحداث كل الأحيات دي كانت ضغط على النادي الأهلي نجي لما جاءتنا كابتن علاء كابتن أيمان النهارده لما يحط أكتر من خطأ على مطاقة الجزاء سواء في القلب أو على الطرفين دي كان لها هدف دي بحرفنا هو طبعا عنده الكافي نوع من الكلام ده طبعا أخطأ كتير حسب على النادي الأهلي أنا بس هجيب لك كم خطأ للنادي الأهلي ما تحسبش وحجيب لك راكت للجزاء وهجيب لك حاجات كتير جدا جدا ولكن الغريب في الموضوع يا كابتن أحمد في راكت الجزاء للأهلي الفار خاد فيها تقريبا أربع دقيقة وكمان اللعب توقف يمكن دقيقة أو دقيقة أو نص يعني مش أقل من خمس ست دقيقة قدى الراجل تلت دقيقة في الشوت الأول تماعي كابتن أنا بس بعمل مقارن الشوت الثاني يمكن تغييرات سريعة محدش عطل اللعب الراجل مدي ست دقيقة وقت بضل ضايع دا يديك المفهوم ان الوقت دا طبعا مكانش موجود ولكن طبعا كان يجب على أقل إحنا قلنا إحنا عاديين أربع دايق كافين في شوت التانية وضع دائرة ولكن النهاردة حكا ما عمل كل حاجة في المباراة ولكن الرادة الله سبحانه وتعالى لدينا النهاردة مبروك لجمهوره الكبير أدى المباراة في وسط الضغوط اللي موجودة